اهلا بكم في النشعة الاقتصادية تحت رعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني وحضور الوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود الخليفة انطلقت فعاليات اليوم المفتوح للمشدين السياحيين والذي اقيم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات واشر وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كلمته الافتتاحية الى تركيز الوزارة في الوقت الحاضر على تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لتعزيز قطاع السياحة كونه يشكل قطاعا اقتصاديا مهما واكد ازياني ان الارشاد السياحي يعتبر احد اهم اسس الجذب السياحي الذي تسعى البحرين لتطويره وتأهيل الكوادر البشرية العاملة وقع التمكين اتفاقية مع شركة مايكروسوفت يتم بمجابها توفير مجموعة برامج اوفيس 365 وذلك ضمن برنامج دعم المؤسسات وتشتمل الاتفاقية على توفير المؤسسات المستفيدة من البرنامج على باقة متكاملة تحتوي على عدد من برامج مايكروسوفت المحدثة والجديدة التي تستخدم انظمة تخزين خاصة بالانظمة السحبية مثل برنامج باوربوينت وورد واكسل واوتلوك وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تمكين لتوفير الحلول المختلفة لزيانة فعالية وكفاءة المؤسسات المستفيدة من برامجها والرامية إلى تعزيز تطوير المؤسسات ويعتبر استخدام آخر نسخة محادثة من هذه البرامج التقنية أمر ضروري لتحقيق سرعة وانسيابية أكثر في أعمال المنشاة المبادرة اللي نقوم فيها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيمة طبعا الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه هي بداية وان شاء الله في المستقبل راح نعزز تعاوننا مع شركات في القطاع الخاص اللي توفر حلول وخدمات عملاءنا يحتاجونها واحنا يعني هدفنا أن نكون شركاء ودورنا أنا بعتبره زي دور شركات الكهرباء والماية بنوفر لهم حاجة أساسية لإنتجاتهم والدمو بتاعهم 365 يوم في السنة بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ما بنخلي الشركات أنها تستثمر في خبرات تكنولوجية أو مراكز عمل أو مراكز سيرفرز وإنفستمتز من هذا النوع ترجمة نانسي قنقر